جاجتنا لليوم تتبيلة تونسية في الفرن حرحرة برشة فيها برشة هريسة برشة توابل واللي يحب يشوف معنة التغييرات اللي عملتها في الكوجينة ما عليك ان يستنى الفيديو الجاي ان شاء الله بشن ننزل لكم شنو اللي عملت في الكوجينة بالضبط السلام عليكم مرحبا بيكم في مطبخي المتواضع اليوم تجاجة في الفرن بتتبيلة تونسية شنو البهارات المتاحة بالتبيع اللي تشوف فيها هذيك ما هيش تماثم هذيك هريسة هريسة عربي تونسية اما قليلة البهارات هذي اسمه ريحان اللي هو الحبق زعتر وكليل وفلفل لكحن وطابل وكروية وملح وكركم والزنجبيل اللي هو سكنجبير المرحي به حتيت تجاجة في الماء والخل والملح خل التفاح الاصلي معناتها مش الاصلي مش مستحضر ولا حاجة اخرى المهم من نوعية الفاخرة خليتها معناتها في الماء سخون هكاية حتى لي ان يتغير لونها ما حاشيش بش تتيب في الماء حاشي بش تتبيلة معناتها بش تتبيلة هي اكل ملح والخل يدخلوا فيها وتتناحها اكل سفورة متاحة بهي الهني هاوكا بديت نعمل هاكا في تشريحات نشرحها هاكا بش تدخل فيها الفحات على خطر هو نور ما مو انا نخليها معناتها ترتاحة فكل فاح اللي بش نعمل هولها توا لكن بحكم اني معناتها ما قريتش حسيبي قبل معناتها بليلة اه يعني خطر لي توا بش نعمل اه مش مشكلة هذيك عليش حتيتها في الماء سخون وحتيت معها الخل والملح دب ما هبديت هكا بش تهز غلوة تفيت الغاز وهبطتها وكل ماء هذيك سفيتو خلت حتيت منه زوز كي ما تشوفوا لوشيت ما يقارب على اقولوا واحنا اه اربعة مغارف اكبار اه ماء ولا ثمانية ثمانية مغارف ماء سخونة بحليها خلتها كلفحات هذيك الكل بش اه معنته تتميزج مع بعضها وبعد كي ما تشوفو قعدتها كي نفرك فيها وجه وقفاء معانتها يلزم ندخل في كل تراكن متاع جاجة وكل شروخات اللي عملناها الكل يدخل فيها التوابل بش تبب المليح وسهرنا عملية التهو ومتيعنا خيرت ما حتيتش القارس من اللول علي خطر معناتها الفاح هذيه فيه الخل الماء هذيكا فيها الخل وفيه الملح نسنيها معتها حتى سوف نقوم بعمل عصر اقارس سوف نقوم بعمل عصر اقارس وحليت عليها هرست هكاية ما يقارب على اربع سنون ثوم كبار اربع فصوص ثوم كبار هرست في المهرس وحتيت هكاية من فوق و من الجناب فترك هكاية ثوم وحتيت زيتونة وحتيت زيتونة وحتيت زيتونة وزيتها نكهة وزيتها وفرقتها مليحة مليحة لجناب لطراف كما نحبوه ان شاء الله طريقتي اليوم تحمير جيج في الفرن هذي تعجبكم نجمونا نعملوها مشوية فكل ذيكا في الشوية متع الفرن ونحطوها فوق الشوية ندهن شوية بالزيت ولا بالزبدة بش ما تلسقش وتعمل لك الكوشة الخايبة ومن تحتها بتبيعت بقمتع الفرن بش ما يتعديش اكل مكونات متاحة ونحطوها في الفرن ونجموش نقص لوه كما ينبغي لا ينظف كما نحبه لاني لفيتها في ورق الزبدة بعد حتيت تبقى الأولى امتع الورق الألمنيوم ثم تبقى الثانية ونحطوها ونحطوها في الكوكوات بش تجينها جيجا وفي حقها حتيتها ميقارب الكل في الكل على ساعة من زمان ولا هي ساعة غير بوع ما تقولوا احنا 45 دقيقة نص ساعة لولانية في الغطاءة هذية كما تشوفوا ونص ساعة الثانية لأقل نحيت عليه الغطاءة وخليتها منها لشوية مداما الفرن بش يسخن المدة طويلة اخترت بش نجبد الباكو هذية فيه سعره يحذر باكو ورندة متعدد الحبوب فيه البس بيس والحب تحليوة والفارينا كما تعمل كما تعمل السامرة سهلة التحذير عليها شوية ملح باكو وخميرة متى خبز اختياريا عملتها كما يقارب على مغرفة عسل وماء فاتر ماء ملذلت ونلموها ونعجنوها حتى متنجم حتى متعجنهيش برشة برشة وتخليها تختمر مرة لولا لمدة نص ساعة وبعد نكوروها ونخليوها تختمر المدة نص ساعة انا الحق الكل في الكل خليتها تختمر أقل أقل برشة من ساعة وخليتها حتيت مكورتهم وعملتهم خبزات جاوني أربع خبزات معناتها بهين الباكو هذيكا في هرتل يعني يعمل أربع خبزات نقسموه على أربع متساويين بالسكينة ونكورو بالكعبة ونخليوها كما قلت ترتاح تنجم ما انتها تزينها كما تحب القرصة بتاع الخبز وكما تنجم ونعمل لها منتها كعبة عظم نركضوها الأصفر متاع العظم كما انا نخير في النكهة في الخبز هذي تمشي معها الماء نعملو شوية ماء أكهو يزي في البركة ماء وزيزيتونة كفيل بليجيونة خبزات بهين وفي حقهم وخاصة صحي نوعية متاع الفارينة علاوة اللي هي متى صحية وان شاء الله تطلع صحية أما رهي بنينا بنينا على الأخر أكل فاح اللي احنا مسلسين نفوحوا به الخبزة متاعنا من حبتها حلاوة سينوج اللي هي حبت البركة اللي هو جلجلين زيدة فيها المكونات متعددة الحبوب بتعطيها نكهة وزيد كجودة عالية وفيسا فيسا تحضر وتفوج يعني انا كنت خليتها ترتاح وتفوج اكثر من اللي بش تشوفها تواق بعد ما نكمل معنتها العجنين امتحها قصيت صلاتها خضرة وعملتها كقلية بطاتا فريت وعملت قلية زيدة غرينيت فلفل وكالعسارة هذيكة متاع اللي بش تستخلصها هذيكة زيدة صفيتهم فيما بعد وحتيت فيها معنتها شوية بصل شوية تماتها متعب شوية فلفل وكانت السوس وجيت عالي العالتة وتشوفوها زيدة شوية هذه هي العسارة متاع الجيجان عريت عليها وخليتها هكا تتشوح في الزيتها كما تشوفوا حقها قلت لكم بش نزيدة نفوحها الحق لقيتها انتستحقش فيحة جيوست عملتها كما تشوفوا عصرة متاع قارس بها ما يقارب على شتر كعبة قارس ورجعتها للفرن وبعد صفيت اكل سوس هذيكة طيبت فيها التماتم اللي قدت لكم معليها تماتم شوية تماتم شوية بصل وشوية فلفل وفوحتها وكهو وهذا كان المينيو متاعنا في سهرتنا معنتها لليوم تنجد تكون سهرة تنجد تكون ذيافة عملنا الجيجة متاعنا في الفرن هذيك السوس اللي تشوفوا فيها مع جرينيت فلفل مع قلية فريت مع صلتها خضرة تنسية والخبز زيت متاعنا ما ننساوها مش هذيكة الخل التفاح هذيكة لا يعلع ليه هذيكة هو الخل اللي نستعمل فيه هنا في الأكلات والوصفات متاعي اليومية ان شاء الله المينيو متاع اليوم يكون عجبكم ونال استحسانكم هذي الخبز زيت متاعنا كيف الجيو شوفتوا مع انتا ما خليتهش تخمر كيما تحبوا جيتني عال العال ما ننساوش اوكا مفوق تلكم مستحسن نعمو شوية مية شوية زيت زيتونة وانا نجحت فيها العملية هذيه خير ما نعمل العظم الي هو البيت خاصة في النوعية هذيه متاع الحبوب الكاملة هذيكة السوس سمتين العسارة هكا خليت منها شوية فكت بق هذيكة بنينا بنينا على الاخر نودكم ومنشاهيكم وفيديونا اليوم كهوة وفيه وان شاء الله نلتقيوا في وصفة زمنية من الزمن الجميل ودمتم في رعاية الله وحفظه الكريم